مملكة البحرين تواصل مملكة البحرين مسيرتها نحو تطوير المنظومة الصحية عبر تقديم أفضل الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتاهلية وضمن جهودها لتحقيق أهداف الاستدامة الصحية عززت المملكة شراكتها مع منظمة الصحة العالمية لطالما حققت مملكة البحرين خطوات رائدة في المجال الصحي انطلاقا من أن صحة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات وقد سخرت لهذه الغاية الجهود كافة ووفرت لها الإمكانات ولتدعيم الجهود الرامية إلى استدامة الخدمات الصحية حرصت مملكة البحرين على تعزيز تعاونها البناء مع منظمة الصحة العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة ما أثمر عن افتتاح مكتب للمنظمة في البحرين أوجه التعاون متعددة بين الجانبين وهي ترتكز في مجملها على التغطية الصحية الشاملة والطوارئ الصحية وتعزيز صحة المجموعات السكانية وفي هذا الصدد أكدت البحرين ريادتها في بجال الصحة العامة من خلال الممارسات التي تتبناها وتميزها في التعامل مع مختلف الظروف وبكل مهنية واحترافية التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية يبرز أيضا في تعزيز جودة الخدمات الصحية والحوار بجأن السياسات الصحية وتطوير القواعد والمعايير وتبادل الخبرات والمعارف المشتركة ولا سيما التعاون في مواجهة التحديات الصحية التي كان من أبرزها جائحة كورونا وتمثل مبادرة المدن الصحية المطبقة في عدد من مناطق مملكة البحرين التزاما بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 حيث تسعى هذه المبادرة إلى تحسين جودة حياة السكان في المدن من خلال التخطيط والتنفيذ والتقييم المستمر للبرامج والأنشطة التي تهدف إلى توفير بيئة صحية إن التعاون القائم بين وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية في استراتيجيات العمل المشتركة يعد من أهم عوامل النجاح البناء والمثمر للمواصلة في كل ما يخدم تعزيز الصحة والحماية والتغطية الصحية الشاملة